مجلة الأهلي كانت بتغطي كل أنشطة النادي وكمن بتعمل تغطية لأخبار الأهلي في الصحف فمثلاً كتبت المجلة أن جريدة البلاغ ذكرت يوم 13 أكتوبر 1933 تحت عنوان افتتاح موسم الملاكمة بالأهلي أقام النادي الأهلي في مساء أمس حفلة بين ملاكمي وملاكمي الأنديات الأخرى وقام في أثنائها الملاكم العالمي الإنجليزي الميستر فيلس كوت مدرب البوليس بعرض شيق مع الملاكم المصري علي صادق مدرب الأهلي وزي ما احنا عارفين النادي الأهلي كان أسس اتحاد الملاكمة سنة 1923 ورئيس اتحاد الملاكمة كان جعفر ولي باشا وكيل ثم أصبح بعد كده رئيس النادي الأهلي وكانت الملاكمة من الألعاب اللي تفوق فيها الأهلي في الوقت ده أم علي صادق مدرب الأهلي فذا حكايته حكاية علي صادق كان ملاكم بارع من ملاكمي النادي الأهلي وفاز أكتر من مرة ببطولة الجمهورية للملاكمة وكان بيشرف على الملاكمة وقتها مدرب فرنسي هو الميسيو جان دام ميسيو جان دام أقنع علي صادق أنه يحترف الملاكمة واتصل ببعض منظمي مباريات الملاكمة بإنجلترا عشان يلعب مباراة تكون يعني زي مباراة تجربية علي صادق كان بيلعب الملاكمة على مستوى الهواء ومباريات الهواء لحد النهاردة من ثلاث جولات ملاكمة المحترفين وقتها كانت من عشر جولات لو نجح علي صادق في المباراة تجربية حيكمل وفي لندن فاز علي صادق على ملاكم انجليزي مشهور واحترف بعد كده في أحد الأندية الفرنسية الصحف الفرنسية بدأت تنشر أخبار تفوق علي صادق على أقرانه الفرنسيين وأصبح علي صادق ابن الأهلي أول ملاكم مصري يدخل عالم ملاكمة المحترفين وبعد ما رجع مصر قرر الأهلي إسناد تدريب فريق الملاكمة بالنادي لعلي صادق